السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا في آخر فيديوهين زمنين مهمين جدا بنستخدمهم في حياتنا اليومية بنتعامل بيهم مع الناس يوميا وهم زمن المضارع البسيط present simple وزمن المضارع المستمر present continuous بس السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي أنا لما يجي أتكلم مع الناس أتكلم معهم بصيغة إيه أتكلم معهم بصيغة المضارع البسيط ولا بصيغة المضارع المستمر ودي نقطة في غاية الأهمية كتير مننا لما بيجي يتكلم مع الناس ما بيكونش عارف إذا كان يستخدم المضارع البسيط أو يستخدم المضارع المستمر على سبيل المثال مثلا لما يجي حد يتعرف عليك لأول مرة ويسألك What do you do؟ يعني ماذا تعمل؟ بعضكم بيطلغبط ويحسب أن اللي قدامه بيسأله أنت بتعمل إيدي الوقتي ويبدأ يجاوبوا من المنطلق دوت ونلاحظ هنا أن نستخدم في السؤال سيغة المضارع البسيط وبرضو لما حد يجي يسألك ويقول لك What are you doing؟ برضو معناها ماذا تعمل؟ في مننا بيفهم السؤال دو دو غلط ويحسب أنه بيسأله عن عمله مع أن ده مش الصح ونلاحظ هنا أن نستخدم في السؤال سيغة المضارع المستمر وعشان أفهم إم تتكلم بزمن المضارع البسيط وإم تتكلم بزمن المضارع المستمر لازم أعرف أفرق بينهم من حيث الاستخدام إم تستخدم ده وإم تستخدم ده كلنا متفقين على الفرق الأول بين المضارع البسيط والمضارع المستمر وما فيش عندنا أي مشكلة فيه وهو إن المضارع البسيط بستخدمه لما يجا تكلم عن عادة أو فعل بيتقرر أما المضارع المستمر بستخدمه لما يجا تكلم عن فعل بيحصل ومستمر في الحدوث دلوقتي أو الفترة الحالية والكلام دوت أخدنا عليه أمثلة كتير مش هضيع وقتكم في الكلام عنه تاني نيجي بقى للاستخدام التاني والمهم واللي إحنا عادة بنتلغبط فيه وهو إن المضارع البسيط بستخدمه لما يجا تكلم عن حقيقة بتظهر من خلال موقف أو حالة قدامي وبرضو المضارع المستمر بستخدمه لما يجا تكلم عن حقيقة ظهر من خلال موقف أو حالة ظهرت قدامي إيه ده؟ هو المضارع المستمر بيعبر عن حقيقة؟ آه المضارع المستمر بيعبر عن حقيقة هو أنا لما أقول لك They are eating lunch يعني هم يتناولون الغداء هو ده مش حقيقي؟ هي الناس اللي قدامي دي مش فعلا بيكلوا؟ مش بيتناولوا الغداء بتاعهم؟ يعني حقيقة ظهرة من حالة قدامي أو موقف ظهر لي دلوقتي طيب يبقى الفرق بينهم دلوقتي؟ ده بيتكلم عن حقيقة وده بيتكلم عن حقيقة؟ فين الفرق؟ الفرق هو إن المضارع البسيط بيتكلم عن حقيقة ظهرة من موقف أو حالة في العموم لكن المضارع المستمر بيتكلم عن حقيقة ظهرة من موقف أو حالة دلوقتي أو الفترة الحالية زي مثلا لما أقول يعني هي تعمل بجد وممكن برضه أقول يعني برضه هي تعمل بجد طيب إيه الفرق بين الجملتين؟ في الجملة الأولى استخدم زمن المضارع البسيط والجملة التانية استخدم المضارع المستمر والفرق هو إنه في الجملة الأولى لما استخدم المضارع البسيط عايز يقولي إن هي بتشتغل بجد في العموم يعني على طول بتشتغل بجد ده طبعها دي حقيقتها عامة لكن في الجملة التانية لما استخدم المضارع المستمر عايز يفهمني إنها بتشتغل بجد دلوقتي بس أو الفترة الحالية بس يعني الحقيقة دي تزهرة دلوقتي فقط أو الفترة الحالية فقط يعني أنا أعمل في مكتب هنا استخدم زمن المضارع البسيط وممكن برضو أستخدم زمن المضارع المستمر وأقول وبرضو معناها أنا أعمل في مكتب بس في الجملة الأولى لما استخدم المضارع البسيط عايز يفهمني إنه بيعمل في مكتب عموما دي حقيقته في العموم إنه بيشتغل في مكتب لكن في الجملة التانية لما استخدم زمن المضارع المستمر عايز يفهمني إنه بيشتغل في مكتب بس دلوقتي أو في الفترة الحالية الحقيقة دي مستمرة فقط دلوقتي أو الفترة الحالية يبقى كده لما يجي يسألني ويقول لي يعني ماذا تعمل عايز يقول لي ماذا تعمل في العموم حقيقة عملك إيه؟ بتشتغل إيه؟ وظيفتك إيه؟ فابدأ أنا مثلا أجاوب وأقول يعني أنا أعمل ممرضة حقيقة عملي ممرضة يعني أنا بشتغل ميكانيكي حقيقة عمل إني ميكانيكي ولما يجي حدي يسألني ويقول لي ومعناها برضو ماذا تعمل بس المقصود بيها ماذا تعمل الآن أو الفترة الحالية هنا الأم دخلت على بنتها وبتقول لي بتعمل إيه؟ فردت عليها وقالت لها يعني أنا بذاكر وممكن مثلا أقول ودلوقتي جدوركم جدور البراجتس هسألكم سؤالين تجووني عليهم في التعليقات تحت وبرضو تسجلوهم بصدقهم وتحطوهم في ملف التسجيلات بتاعي اللي هاخدوا منكم إن شاء الله تعالى السؤال الأول هو والسؤال الثاني يعني بتعمل إيه الفترة دي؟ يارب تكونوا استفدتم معايا النهاردة أشوفكم على خير إن شاء الله تعالى المرة اللي جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته